عم بيكون في حظ عم بيكون في مال يمكن كار ما عم تتحقق كرت جدا رائع يعني هاد اروع كرت ممكن يطلع لك. اه خلينا نشوف على شو نختار ورق لانه كنتو حابين انه او في حدا بعكلي انه غيري الورق او حاولي انه تستعملي الورق تاني ما بعرف ليش اه انا كنت استعمل هداك الورق عشان انتو تكونوا معي بالصورة عشان يعني تفهموا معاي لانه خلاص تعودنا على هداك الورق القراءات الخاصة بستعمل ورق تاني اللي يعني بيكون صعب انكم تتواصلوا معاي في اه خلينا نشوف ازا لبرج الحوت. ايش نخبي لك يا برج الحوت الطيب برج الحوت بيضلوا يعني يفكر بعقله بعقله بالاخير ياخدوا القرار بقلبه. هو عنده اثنين شغالين بس ما بعرف. هو هو شخص كتير رومانسي. طبعا بنت الحوت مختلفة عن بنت عن شب الحوت. تقريبا عم بيكون كل الابراج البنت عم تختلف عن الشب. في رأيي انا الجوزاء هو الوحيد اللي الجوزاء بنت وشب نفس نفس الصفات. فممكن يكونوا مناسبين لبعض. اه ما علينا. خلينا بالا اول شي نقرأ بشكل عام. بعدين بنشوف شوي على عاطفة. برج الحوت. عم بتكون طيب زيادة هاي الفترة. عم بتحاول توازن ما بين الروح ما بين الثلاثة يعني ما بين الثالوس بقولولو لا. اللي هو بين الروح والجسم والا شوفوا هون هون مبين يا برج الحوت انك عم تلعب متل لعبة مع ناس عم يلعبوا اساسا معاك. متل عم تاخدهم على قد عائلهم عم تحاول تمسك عليهم ممسك هم نفس اللعبة عم يلعبوا معاك. انا بحكي على بشكل عام يعني انتو بتعرفوا السيناريو اللي بناسبكم. ولكن انت داخل في لعبة. انت اه كأنه ساعة بتنتصر ساعة بتخسر. والطرف التاني نفس الشي. ولكن انا شايف الاكتر نصر عندك انت. يعني في النهاية انت اللي رح تنتصر. يعني هاي اللعبة ما رح تدون طويلا. شعار في شو هاي اللعبة. انت اللي بتعرف قصتها بس. اه شايفي هون انه. من. شايفي انه في عائق قدام موضوع انت بدك اياه بدك تحققه. اكتر اشي ممكن يكون عملي او يعني له علاقة في المال والعمل. موضوع ممكن تسافر له. مبين في عندك يعني اكتر يعني البعض خلينا نقول في عندهم سفر على عمل او سفريات اللي هي رايح جاي على عمل. اه في كمان بيقولك انه ممكن تلتقي بشريك حياتك للي ما عنده مشريك حياة في واحدة من هدول السفرات. لكن في عائق قدامكم. اه قدامك انت يعني مش في العلاقة. لا انا شايفي العلاقة ماشي منيح. بالنسبة للعزاب انا بحكي. ما بحكي للفئات الثانية. العزاب طبعا هم غير متزوجين او مطلقين او ارامل. اه فشايفي انه هذا العائق رايح. مش يعني مش ضايل هذا العائق. اه كمان هون طلع عنا ممكن يكون طرف ثالث ما بعرف. بس انه هذا العائق رح ينشال وانت رح تكمل طريقك وطريقك طويلة ولكن ممتعة يعني كأنك انت بتحب الاشي اللي بتعمله. كعمل بتحب الاشي اللي بتعمله. ما ما عم تشتغل اشي غصبا عنك يا حوت. عم بتعمل الاشي اللي انت او بتسعى للاشي اللي انت بتحبه. في ولادة اه يعني في ناس عندهم اساسا ولادة هذا الشهر او اه حمل حتى. اه وفي منهم لأ بداية جديدة لمشروع بداية لشغل انتقال من عمل لعمل انتقال من مسكن لمسكن. فرح اه بهذا الموضوع توازن. زي اللي اشي كان ناقصك وخلص بطل ناقصك او وصلك. شي كنت استناء ووصلك. شايفي هون قلت لكم هون في موضوع عم بيكون في عائق. فعم بشوفك انت والشريك مهما كان الشريك يعني اه عم بتحاولوا تبعدوا او اه تطلقوا طاقة الطاقات السلبية اللي كانت حواليكم. عم بتكونوا يعني انضاف مع بعض. مش انو انضاف يعني. عم بتكونوا على على ثقة كل واحد على ثقة بالتاني بالمستقبل. عم بشوف هون بيت يعني صح مكركب شوي بس. اه. كمان مش بس بيت هون. اه ممكن يكون تفسيره الكرت. شوف انت عايش بين عالمين. ممكن تكون عايش بين عالمين. اه عالم وهمي خيالي. اه طبعا احنا بنعرف انه كمان برج الحوت حالم يعني كتير بيحب التخيل كتير بيحب وبتزبط معاه يعني احيانا اللي بتخيله بيصير حقيقة عن جد. فكتير حالم كتير يعني بيحب الحياة الابيض والاسود. بيحب اه ايام زمان. بيحب الاغاني الاديمة مثلا. اه عنده صور هيكة وردية لكل شي في مخ. عنده دايما نظرة معينة. خلينا نقول مش وهم يعني بتشبه الواهم او كزا. وفي عنده الواقع اللي هو عايشه. فعم بعيش دائما بين عالمين. عم بيكون في عنده عالمين في حياته. لكن بشوفه هون عم يعني هدول كتير مرتبطين في بعض. عم بيكون عنده توازن اه كبير. بيحكي لك هون الرغبة الحكمة والعائل. هدول الثلاث اللي هم رح يكونوا يسببوا لك النجاح. بالفترة الجاي او يسببوا لك النجاح ممكن. حلو النجاح والنجاح على نفس المهم. اه في هذا الكرت انا بشوفك كتير. اه بالناس يعني بشوف فيه ناس كتير عم بتكمل دراستها من برج الحوت. عم يمكن بتدور منها. كله ماشي على النجاح انا حاسه. اه من الورقة. بيّن انه انت فعلا عم تبدو الجهد كبير في هذا الموضوع ورح تلاقي نتيجة حلوة. اذا هذا كان بشكل عام. خلينا نشوف نلقي نظراع العاطفة. مش عارفة شو نستعمل بالعاطفة. بنفس الورق هذا اللي استعملنا. الطيب. بالعاطفة يا برج الحوت. شو ممكن يبين معانا? اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ستة سبعة تمانية. في بتيسير بامورك حبيبي برج الحوت. بعدين تمانية تمانية. تطور روحاني عندك وعلى جميع المجالات الحياة عم تكون مش بس عالعاطفة. لكن احنا هون مركزين عالعاطفة فتحنا عالعاطفة. وكارما. يعني لأ منيح برج الحوت. برج الحوت والدلو طلعوا الناح الحمد لله. طيب. اه في هذا الموضوع. انا بشوف انه شوف يا برج الحوت. ما عم يطلع. اه اوكي هاي يطلع. اه في عندك تدرج في الموضوع. شوف. انت والحبيب. كان بناتكم تجريح. كان بناتكم اللي هو معركة. متل معركة خلينا نقول. يمكن المعركة اللي قلنا عنها قبل شوي. اللعبة اللي قلنا عنها قبل شوي. اه هاي المعركة كانت يعني عن جد اسلحة كبيرة. عن جد كانت انه كتير. عصبته على بعض. يمكن مشاكل كانت كبيرة. مش شوي. ولكن هاي المشاكل. اه خلينا نقول. يعني بدافع الحب. هاي كلها راح تنقلب لحب. لمسل ما انتو شايفين الكبسة دولة. اه بيعبروا عن الحب. يعني كلها ياتهم. بعدين. يعني حتى الرقم. اه جدا حلو. فعم بشوف انه. الحرب بتكون اول اشي عن جد حرب بناتكم. عن جد اه متل مجاكرة بناتكم. متل. ما بعرف اخدوا عطا بطريقة قاسية. بطريقة مش حلوة. ولكن هادا كله اه بيقلب لحب. بيقولوا ما في بعض الاش? ما في. مش عارفة. ما في بعض الحب الا العداوة. ما في حب الا من بعد عداوة او العكس. ما بعرف. يعني فهيك معنا. هلا. مبين انه. نفس الشي قلنا تمانية تمانية. اه. ف. شايفيتك انت الحلم بالنسبة للطرف التاني. مع انه مش مبين. مع انه عم. يعني. عم بيوصل لك اخبار غلط. ولكنك انت الحلم تبعه. انت اه متل فارس احلامه او فتاة احلامه. اه. عم بيشوفك بالحلم بطريقة يعني خيالية. عم بيتخيلك كزوج او زوجة. ما عم بتخيلك يعني اشي عابر او كزا. وعم بيشوف هادا الاشي بتحقق. هادا الاشي يعني بلف بلف وبتحقق. شايفي انك عم. التواصل الرحاني عم بيكون كتير عالي بينك وبين الشريك يعني. اه. انت مش بحاجة انك تعمل التخاطر اللي هو طريقة التخاطر. انت بس طمض ريونك وتتخيل الموضوع بيوصله. او مجرد ما انت تفكر لطرف التاني بيفكر فيك. والعكس صحيح. بالقراءات العاطفية بتكون عكسية عادي. لانه عامة. اه. شايفي انه الطرف التاني رح يصبر يصبر يصبر. لكن مرة واحدة رح يكون فياري ناري مرة واحدة. اه. رح خلص. ينهي هاي اللعبة يزهق منها ويروح لعندك. لكن هذا انا بقولك هذا مش بهاي الفترة ممكن تكون بعديها باسابيع او بعديها بايام. ممكن بعديها بست ايام. وست اشهر لا حرام مش ست اشهر. اه. يعني المهم. اه. بشوف هون الحب كيف بتطور. الحب عم بيكون اول شي من سبعة لتمانية يعني. اللي هو صغير لكبير. عم يكبر الحب بناتكم. انتم مفكرين باوقات البعد عم تنسوا بعض. انتم باوقات البعد عم بتحبوا بعض اكتر. او مع الوقت شو ما كان حالتكم عم بتحبوا بعض اكتر. بالنسبة للطاقات عم بتكون اه هوائية مائية. ونارية. طبعا عادي جدا اللي برجه ما بين او كزا يعني. هاي بتصفي طاقات بس. اه طيب حبايبي نشوف ازا في نصيحة. شو ممكن تكون? هاي نصيحة لبرج الحوت. لا. اه كرتين طلع لك اوكي. شوف واحد عادي واحد مقلوب. خلينا نشوف ايش همه. اه بيقولولك انك شوي مش عامل كنترول حاليا على حياتك. ما بحكي عن العاطفة يعني ممكن اي اي مجال في حياتك. ما عم تقدر تعمل توازن كنترول فبيقولك اعمل كنترول على حياتك. انت شوف موجود هون في هذا القارب وين مشي القارب بيمشي ما عندك مشكلة يعني. الظروف هي اللي عم تمشيك. بيقولك انت حرك الظروف اللي حواليك. مش العكس. اه هون شو كان هادا الكرت. هون. ياريتوا اجا يعني مقلوب كان احسن معنا. بيقولك هنا انه في اشخاص يمكن هدول الاشخاص عم بيوصلو لك امور مش صحيحة وعم تمشي عليك. عم تمشي مع عليك الكزبة او لكن هادا مش الشريك هادولا اكتر هادولا اشخاص عم بيوصلو لكلام اه مش صحيح. يمكن يكونوا نصابين يمكن. ما بعرف بس انه طلع لك الكرت مقلوب. حبايبي برج الحوت. بتمنى انه هادا الشهر يكون ايجابي حلو اه تحققوا فيه شوي من امنياتكم. اه بشوفكم حبايبي بالقراءة الجاي. مع السلامة. اشتركوا في القناة